ايش اسمك؟ لا اعلى ايش اسمك؟ باسا الله عليك انت بطل عشان سابره ترجع بالسلامة يلا صلى عن النبي يلا كلهم صلى عن النبي صلى عن النبي بصوت عالم صلى عن النبي بعد ان كان ذاهبا لشراء ملابس العيد عاد الى بيته فاقد عينيه بسبب القصف الاسرائيلي تم استهداف المكان اللي كان متواجد فيه ابن محمد بالقصف صهيوني هذا الاستهداف ادى لاصابة محمد بشضايا في عيني تم استقصال عينه اليسرى من اول الحدث يعني كانت منتهي وتم استقصالها تم يعني استقرار حالته انه استقصال له عين وبقى عنده العين اليمنى فقروا الدكاءة الاطباء له بالسفر على مصر للعلاج قصة بطلها الطفل محمد هاني شعبان وعمره ثمانية سنوات والذي عانى ايضا في سفره لتلقي العلاج بسبب استمرار العدوان الاسرائيلي كل ما بيسمع صوتي او صوت امه بيبكي يعني وعمه ذا يعني بيقول لي فيش يوم الصبح كل الممرضين والدكاتر اللي عنا والناس اللي حاول كلهم بيجوا بس يهدوا محمد بيصحى من الصبح من النوم اول ما بيصحى اول كلمة بابا ماما بدي اروح بيجيبوا لابوي امي بدي اروح لابوي امي انا بدي اروح انا تعبان انا اشتكتلهم انا كذا محمد فقد بصره لكن الطفلة مارية فقدت امها واخوتها الاطفال ونجت بعجوبة من قصف همجي اسرائيلي نتج عنه استشهاد احد عشر فردا من بينهم سبعة اطفال لتبقى الطفلة مارية على ابو حطب وحيدة لوالدها الذي غادر المنزل قبل قصفه بلحظات كنا 12 نفر في الضار وانا 13 انا خرجت من البيت اشتري لهم اكل تم استهداف البيت من دون انظار من دون سابقة انظار تم هدم البيت على رؤوسهم ست صواريخ طيران حربة استشهدت زوجتي امي يوسف رحمة الله عليها ولاد الاربعة يوسف وبلال ومريم ويامن استشهدت اخت امي صهيب الحديدة رحمة الله عليها ولادها الاربعة صهيب ويحيا وعبدالرحمن واسامة طبعا مريابا ايضا كانت موجودة في البيت اصيبت في رأسها طارت من الطابق التالي ووقعت على الشجرة او على السلك والله من عارف هذا العلم عند الله عز وجل اصيبت لكن ضلت على قيد الحياة بالاضافة لعمر الطفل الرضي عمر الحديد بن اختي ايضا بقي على قيد الحياة عمره خمس شهور اسفرت الهجمات الصاروخية الاسرائيلية على القطاع عن استشهاد مائتين وستة وخمسون فلسطينيا من بينهم ستة وستون طفلا واصابة الف وتسعمائة من بينهم خمسمائة وستون طفلا تاركا العائلات الفلسطينية تعاني من ويلات الحرمان والألم جرائم ارتكبها الجيش الاسرائيلي بحق اطفال غزة ليبرر فيها انه دمر من خلالها اهدافا حساسة للمقاومة عبدالهاد فرحات قناة اليمن اليوم غزة فلسطيني ترجمة نانسي قنقر